بسم الله الرحمن الرحيم نكمل مع بعض حل الأسئلة الخاصة بمسابقة الجمارك للسادة خريجي كل التجارة اليوم الرابعة قلت كتير كتير من فترة أهم حاجة في الامتحان التركيز المذاكرة كوم في الشهر اللي فاتت أو الأسابيع اللي فاتت والساعة اللي انت قدام الجهاز بتحل فيها كومتان نازم تركز تركز الامتحان بسيط بس في درجة فهم كبيرة محتاجة تركيز في السؤال وما تتصرعش برضو الناس بيقول لك حلت اللي بتحل في تلت ساعة ازاي هتغلط لازم هتغلط حلت 40 سؤال في تلت ساعة هتغلط وقال لك أنا غلط قلت لك يبقى فيه ساعة في إيدك وانت عارف كده المعدل بتاعك ماشي ازاي لقيت نفسك بتحل 4 سئلة في دقيقة لأ انت كده متسرع جدا يبقى تمهل في الستة في الستة وتلاتين سؤال الجايين دي نصيح تليكو ودايما بقولها وقلتها في مسابقة الدرائب التركيز في الساعة اللي انت قاعدها قدام الجهاز اشترينا بضعب شيك يبقى الطرف الدين ايه البانج ماينفعش نالت في سؤال زي ده اراد جاي لك وهتحصله الشهر الجاي ايه الاصر على الميزانية اللي بقى لك بقول لك هتحصله انت لسه ما حصلتوش الاراد بيزوت حول ملكية والجانب التاني للاراد بيبقى الاصل سوان ابط بيبقى نقدية ما ابطش بيبقى عملاء تمامي ببقى اصلا يزيد حول ملكية هتزيد الخصم اللي بيحتاج مدة ان الخصم النقدي خصم الكمية ده مرتبط بالكمية لو اشتريت كمية كبيرة باخد خصم التجاري ده مقولوش علاقة بالكلام ده ده بسميه خصم الاوكازيون ايه المبدأ المحاسب اللي بيقول لي خد الخصارة طبعا السؤال اكيد مش كده انه يقصد الخصارة المحتملة وليس المكسب المحتمل في الحزبان ده اسمها مبدأ الحيطة والحزر سؤال خمسة سهل جدا على معادلة الميزانية بقولك انها ده 28000 وورا القبض مش فاكرها ماشي خلاص يبقى انا مش هكتب رقب والمهمات 2000 والخصوم تلاتة وتلاقي في حاجات تانية برضو عايز حقوق الملكية عمتا ايا كان صغط السؤال بنجمع اصولنا كلها ومنها المهمات ده اصول نقص الخصوم كلها الموجودة في التمرين يدينا حقوق الملكية فطبقى الاركام اللي قدامي دي الاجابة نجري السؤال الجميل اللي جاي ده حقوق الملكية بتساوي ايه رأس المال المدفوع زاد احتياطنا اسمها السحبات ولا رأس المال المصدر وتلاقي في اختيار تالت رأس المال المصرح به لا المدفوع باخد رأس المال المدفوع المدفوع اللي اتدفع فعلا المصدر ده يعني اصدرت اسهم في السوق بس اللي اتدفع منها نصها خلاص يبقى رأس المال جاي للنص الفلوس اللي داخلت جيبي او في الشركة يعني النص طبعا لو انت عايز المعادلة كاملة انا كاتبها لك احتياطات وعلوة اصدار وارباح محتجزة انه وجدت الحاجات دي طبعا ناصل مسحوبات ده عدم اعتمادي على التقدير الشخصي ده اسمه ايه الموضوعية ان انا بسجل وفقا لمستنط حقيقي هو ده الموضوعية دفتر الاستاذ ده اسمه دفتر ايه اسمه دفتر هل الكيد الاولي ولا فتح سجل لكل حساب ولا بيتضمن الحسابات الحقيقية اولا دفتر الكيد الاولي هو دفتر اليومية عشان لو السؤال ده جالك انه اول دفتر بتعمل فاسمه دفتر الكيد الاولي اما دفتر الاستاذ ده بسجل فيه جميع الحسابات اللي في الشركة فأنا مش مجاوب لأنه ما كاتب فتح سجلي لكل حساب يعني مش موضوع فتح سجلي يعني بس ما علينا تمشي يبقى فتح سجلي لكل حساب تمشي لو اللي اختيارت كده بس لكل الحسابات مش حسابات بعينها يعني لو المرتبات الشهرية ستين وشهر ديسمبر ما تدفعش يعني دفع 11 شهر يبقى المصروف اللي يروح قيم الدخل ايه طبعا انا مليش دعب اللي تدفع ولا ما تدفعش انا بسجل ما يخص العام من المرتبات يبقى ستين في اتناشر سبعمائة وعشرين تطبيق ولا اساس الاستحقاق قبل ما انسى عشان الناس اللي ما بتكملش الفيديو للاخر انا نزلت على التليجرام جروب التليجرام طبعا الناس هتقول لي رابط جروب التليجرام هتلاقيه في وصف الفيديو المهم منزلت اسئلة كتيرة في اللغة واحد زملائكم هو اللي منزلها زميلة استاذ روان هي اللي منزلها وبيقال جي منها فانا نزلتها على جروب التليجرام الاصول 150 والالتزامات 90 يبقى حول ملكية كم نفعش نلط في السؤال ده 150 ناصر 90 طبعا لما اخد خصم من الموردين وسدد الجانب المديني يبقى ايه الموردين طبعا زميلكم اللي بعت السؤال ده بعت الاخترار الاولاني بس على اساس نقول اللي صح لا طبعا انا هسدد ان قدية تبقى في الدائل مش في المدين المدين هيبقى الموردين هقفلها لما اجا اشتري بقول من المشتريات الى الموردين لما اجا سدد اقول من الموردين الى بقى النقدية والخصم والكلام ده ما هو ترتيب الكوام المالية قيمة دخل اولا لانها بتطلع صرف الربح لانه بيأثر في اللي جاي ثم قيمة طيار في حقوق الملكية بتطلع لي اجمال حقوق الملكية عشان بحض في قيمة المركز المالي ثم قيمة المركز المالي ثم التدفقات النقدية في الاخر ليه لان التدفقات النقدية بتعتمد في ايجادها على قيمة الدخل العام واخر قيمة مركز مالي في السنتين اللي فاتوا يعني بقى لازم يكون عملت قيمة مركز مالي عشان اقدر اعمل تدفقات نقدية صح النقص في الاراضة المحقق نتيجة مصرفات مرتبطة لازمة للنشاط خلال فترة زمنية يكون دي خسارة طبعا طالما الاراض نقص السهل الاختيارات مثلا كان فيها مجمع خسارة وصف خسارة ولا فيها واحد منهم لو فيها واحد منهم ما نختاره طبع لو فيها الاتنين نختار مجمع الخسارة ليه؟ لانه قال المصرفات المرتبطة اللازمة للنشاط بقى هو بتكلم على المصرفات الاساسية مش المصرفات الاخرى اللي عملهاش علاقة بالنشاط الرئيسي لكن لو قال صف خسارة تمشي صف خسارة وطبعا ممكن اساسا الصيغة تكون مختلفة عن كده خالص يعني انا بحذر الموضوع الصيغ ده على فكرة انا الحل اللي انا بحله ده هو حل الصيغة اللي قدامي الصيغة اللي قدامي انا مش مسؤول ان اللي بتحنجلك صيغة تانية ما تلمنيش مليش دعوة المفروض انا بشرح بفهم مش بحال فانت لو فهم اللي انا بقوله الصيغة لو اختلفة هتحال لكن لو انت بتكتافي بالبيدي اف هم الناس اللي بكتافه في ببيدي اف هم اللي عملين لي مقات الرسال عندي هم اللي بخلوه معرفش هرد بصراحة عن الناس لان كل او مش هقول كل تسعين فلمية من الرسال اللي بيجيلي نتيجة ان الناس ما سمعتش الفيديو فيروح قل لي انت ليه عملت دي انت ليه عملت دي انت في الفيديو ده عملت دي والفيديو تاني عملت كده تما تسمع واشوف ايه الايجابة الصحة وانا غلطت في مين فيه اكيد بغلط اي حد بيغلط يعني نتيجة عدم تركيز يعني اغلب الفيديوهات دي بعملها بالليل متأخر فلازم هغلط باب عايز احل بسرعة عشان انزل لك الفيديو فلازم هغلط فبروح في فيديو اللي بعدين مصلح الغلط فانت لو كنت اتفرجت على الفيديوهات هتلاقيني بقول يا جماعة انا غلطت في السؤال فلاني وتصويب وهيبقى كذا عد بقى الاسئلة اللي بيجيلي من النوع ده فده بيخليني ناس تانية بتسأل اسئلة منطقية ما بقدرش هرد عليهم بسبب كتر الرسائل طبعا مستحيلة هرد على رسائل دي انا لو حد شوف التلفون بتاعي يعني مش هعايز اقول لكم ما ببالغش في حوالي الف رسالة ما قارطهمش واتسو تليجرام ومسينجر مش قل من الف ما بهزرش على فكرة مش قل من الف 800 رسالة منهم شايفهم اسئلة لو انت اجتهت وسمعتني كفيديو وامتابعني في جروب التليجرام مش هتسألني الاسئلة دي وفي منها طبعا اسئلة اللي بيسألها بيحاسس ان انا وزير المالية يقول لي هو النتيجة امتا مش عارف ايه انا عايز اقول لك حاجة وزير المالية نفسه ما عرفش نتيجة امتا مشอยه في موظفين هيراجعوا النتائج ومش عارف ايه ويعلموها وموقع ينزل عليه ما حدش عارف نتيجة امتا ما فيش موعيد زمنية محددة لو فيه موعيد زمنية كانت تحددت في الاعلان مسبقا ما فيش حاجة اسمها النتيجة امتى؟ طب مش المفروض نتيجة الضرائب تظهر قبل طب انا انا مالي بالكلام ده تسألني فيه ليه انا ماليش علاقة بالكلام ده انا مش منظم للمسابقة عشان تقولي المفروض ما هو المفروض ده روح اقوله بقى للمنظمين انا مالي فياريت ليه بعت سؤال يكون سمع الفيديوهات بتابعني على جروب التليجرام بيشوف الحاجات اللي على جروب التليجرام يعني جالي برضو يعني مثلا خمسمائة سؤال ملفة البيد اف طب ما انا حضرتك منزل بوست في الماتيريال وفي اخر البوست ده كاتب لك مكان الملفات فين في وصف الفيديو مع عدل محاسبة المالية ملف مجمع في التعليقات وانا نزلت الرابط بتاع الملف ده على جروب التليجرام اعمل ايه تاني؟ لسه برضو السؤال بيجيلي عايز ملفات والله انا فكرت في مرة كده ان انا ما عاملش ملفات تاني خالص بجد والله من كتر السؤال ده فكرت ان انا اعمل فيديوهات وخلاص مفيش ملفات بقى من كتر ما السؤال ده بيجيلي يعني ماشي ربنا اوفقكم انا بس بعرفكم عشان اكيد فيه ناس بتسمعنا دلوقتي بعتلي رسائل وانا مردتش عليها وعذروني صعب صعب جدا صعب جدا جدا وعلى فكرة قلتلكم قبل كده الرسائل اللي بجيلي على التليجرام بسبب كترها ما عادتش بتظهرلي يعني اني جيلي اشعار نفلان بعد سؤال اجا هدخل على الرسالة ملقيش حاجة غير طبعا ده تهنيج من التليفون سبب كتر الرسائل اعتقد ده السبب يعني مالي يكون السبب ايه ما فيش انسان طبيعي يجيلي خمسمتر سالة لبتجرام احنا كده دخلنا في الضرايب شركة اعتبارية محطتش في اراداتها عمصر 1000 نتيجة عن ارباح اوراق مالية مقيدة في البورصة المصرية لا تأثير لا تأثير ليه ارباح الاوراق المالية المقيدة في البورصة تعالج كضريبة قطعية خارج الاكرار 10% لو مقيدة و 5% لو غير مقيدة العكس اسف 5% مقيدة و 10% لو غير مقيدة فهي بتعالج برا الاكرار بصفة قطعية يبقى ما ينفعش تتحط في الاكرار الاساسي وهنا الراجل ما حطهش في اراداته يبقى لا تأثير بالنسبة لي الديون المعدومة 200000 استحقت منذ اكثر من سنتين ماشي منهم 50000 العميل توفى ومالوش ورصة ماشي وليس لديه مال مع العلم ان الشركة لم تتخذ اي اجراءات بخصوص هذا العميل اه انا هنا لسه واخد بالي من حتة توفى وليس لديه ورصة دي بص انا كده بخبل اجابة يعني الاجابة اللي انا حتطيطيها تتعدل في ملف البيد اف نقرة تاني معلش نقرة تاني الديون المعدومة 200000 ماشي بقالها اكتر من سنتين يبقى فات 18 شهر منها 50000 دين معدوم عميل توفى ومالوش ورصة اه وبالتالي الشركة ما اتخذتش اي اجراء بخصوص هذا العميل لانه توفى وقدمت ما يثبت ذلك القرون قال لحضرات الدين يكون ما اتدفعش عشان اعترف بالدين المعدوم يعني يكون ما اتدفعش اعمل اجراءات قضائية ويفوت على 18 شهر هنا قال فات سنتين وعملنا اجراءات قضائية للكل في معادة عميل مات ومالوش ورصة وقدمنا الدين ده هدى يعني هرفع ديه على مين ده الراجل مات ومالوش ورصة هرفع ديه على الهوى يبقى المتين الف بالكامل يعترف بها ضربيا بس خلي ما قال لك الخمسين هي اللي ما لهاش اجراءات يبقى معنى كده ان المية وخمسين لها اجراء صح كده للا انا فهمتم السؤال انا خبيت الاجابة بس هتلاقي في ملف البدئف لو انا افتكرت يعني هاروح معدل اجابة السؤال ده يلا انخبا نخبا كده ما شفتهاش صح كده انت ما شفتهاش السؤال اللي جاي المنتجات المعفية من الكوى المضافة نسبتها كان لا مش صفر مش صفر صفر دي الصادرات خضعة بنسبة صفر في المية قلنا ليه صفر مش معفية تابعني وانت تعرح يا لا شيء معفية يعني فيش ضرائب لا شيء وخلص مقدمين الاكرارات الضربية لازم يحتفظوا بالاوراق والمستندت لمدة خمس سنين لان ده موعيد التقادم الضريبي يعني بعد خمس سنين محدش يقدر يطلبك بالضرائب اللي عليك قبل كده طالما ما فيش فحصة حصل الحاسبات نسبة اهلاك الحاسبات خمسين في المية طبعا اساس الاهلاك او الاستهلاك الاتنين واحد وفي تعريفه في الاسئلة بتاعته بيعتبر الاهلاك والاستهلاك حاجة واحدة او تختار قسط متناقص لو ما فيش اساس الاهلاك لبالك المجموعة القولة والتانية قسط تسابط عشان لو جوهم لحد لما الاصول معنوية والمبانو والسفن والطائرات والتجهزات فندق في الغردقة جاب حد مش مصري غني واداله ستمائة الف هيخضع للضريبة طبعا هيخضع دي اسمها ضريبة خصم من المنبع اربع فيديو شرحته على غير المقيم تخصم قطعيا بدون خصم اي تكاليف ستمائة الف في عشرين في المية تحفظها هو يعني كلمة تخصم قطعيا بدون خصم تكاليف او تحسب قطعيا بدون خصم تكاليف يعني لو المغني ده اخد ستمائة الف عشان يوعد في مصر صرف شوات مصريف الفنادق وبتاع هو اللي صرفه على حسابه يعني مخصمهاش من ستمائة لانه قلنا الضريبة ضريبة الخصم من المنبع تفرض على الاراض وليس صف الاراض بيسؤال جي قبل كده نجلس قال حلو منحت الشركة موظف متين سهم بمية جنيه بدل مية وعشرة بس ايه مية وعشرة احنا ادنه لبمية في ميزة هو بس اكمل بقى وكان هناك قيود على تصرفه في الاسهم دي ارجع للشرح بتاعي في المرتبات كله في الشرح على فكتنا مفيش حاجة مش في الشرح عشان كده دايما كنتقول ارق ذكر الشرح وحل اسئلة بعد كده لكن انت اكتفي بالاسئلة بس يبقى انت كده ايه دخلت نفسك ممكن اه وممكن لا ممكن توفق لو انت فاهم وعندك حصيلة قديمة وممكن لا توفق لو انت هتكتفي بالاسئلة دي بس والاسئلة بتتغير والصيغة بتتغير فمعلش اعمل لي عليك طالما في وقت انا معرفش بصراحة ما التجارة يخلصه امتى حد يكتبلي في التعليقات كده امتحانات التجارة تخلص امتى طبعا مفيش ميزة لان فاك يود على نقل الملكية بتاع الاسهم مفيش ميزة يعني انا انت ماشي ديتنا اسهم بتقول لي ما تقدرش اتباعها ايه الميزة في كده لا ممكن الميزة ان انا اقدر ابيعها واستفيد بيها يبقى لا يوجد ميزة العوائد اللي بتحصل عليها الاشخاص اللي هتباري عن الاوراق المالية اللي بيصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي معلش هنحفظها خضعة 32% طب ده السؤال اللي جه فيه زي وحاجات تانية حطتها لكهوة من الشرح ازون الخزانة 20% عوائد السندات بدون ازون الخزانة المقيدة في البورصة معفية طب بص بقى بقيت الاسئلة دي كنت انا نزلتها قبل كده في فيديو وانا عملته اسئلة خاصة بي هتلاقى هو الارباح المقيدة 5% الغير مقيدة 10% طبعا الخط صغير شوية هم توزعات الارباح بالخارج دي تدخل ضمن الارضات عادي ملهاش خمسة والعشرة كمل بقى اقول لنا بس اشرحوا عوائد السندات بتصدرها 32 ازون الخزانة 20 والغير المقيم 20 ارجع الحاجات دي فيها بقية النسب دي تمام طبعا على الفكرة مسابقة الضرائب الاسئلة دي مجاتش فيها خالص فيقوم في الجماري الجاية بحاجات مجاتش في الضرائب يعني مش عارف صعبانين علي يعني هو دايما على الفكرة الناس كان بتيجي تبعتلي توزعات الارباح ديت قبل الامتحانات يعني تقول لي نذكرها ولا منذكرهاش كان ردك التالي عليك لكن مجاتش قبل كده في امتحانة الضرائب ده كان رد بتاعي عليك لكن مجاتش في امتحانة الضرائب لكن مقلتلكش مذكرهاش ده مش معنى انت مذكرهاش لا معنى لو انت خلصت ذكرها يعني خلص الأهم وخش على الأقل الأهمية مسألة كما مضافة بيعنا بضعب مئة ألف خصم تجاري خمسة في المية نقل لألفين ونص الضريبة المستحقة كان طبعا الخصم التجاري بيعترف بيه ضربيا فانا هضرب مئة ألف في خمسة وتسعين في المية عشان اشيري الخمسة في المية طبعا الناس هتروح رد عليها تقول لي هوا ضرب في خمسة وتسعين ليه ما انا قيل في الفيديو هون بدل ما اضرب في خمسة في المية واترحها انا بضرب في المتمم خمسة وتسعين بيجيبها مرة واحدة مفروض انتو عارفين الحاجات دي فاربعتاشر في المية يبقى انا ما خطش مصاريف النقل لان مصاريف النقل دي بتضاف على فطورة المشتريات او بتضاف على بند المشتريات يعني في الحسابات ولو ادى خصم نقل دي مناش دعوة بيه لانه معلق على شرط السادات لكن التجاري بيتحقق كده كده شركة بتعطي موظف ميزة شقة مفروشة بثمانمائة جنيه هو اداله شقة مدهوش تمنمائة جنيه الميزة دي عينية او دي الاول عينية انا بديك شقة بديك تتكش فلوس طب خضعة او مش خضعة طبعا خضعة لان انت الواحدة كتخدت شقة لكن لو كل موظفين خدوا شقة دي اسمها ميزة عينية جماعية هي دي اللي غير خضعة اعطت شركة لشركة شقيقة الف ونص وحدة بسعر التكلفة مية مع العلم ان سعر الواحدة في السوق مية وعشرين وتتبع الشركة خص بخمسة في المية اذا تجاوزت المبعاة الفين فما القيمة التي يتم تمتها للضرائب ده على فيديو عملت اسم السعر المحايد وبردو الناس كبتبعات لتقولي ودع علينا اه عليك طبعا ضريبة الدخل كنت بارده اقول عليك طبعا السعر المحايد جي في مسابقة الضرائب يعني مش جديد دي شركة اعطت لشركة شقيقة يبقى في بينهم ارتباط وفي بينهم علاقات ومصالح فهي بقعوا البطاعة البعض بمية في حين سعر السوق مية وعشرين يبقى انا هشتغل بسعر السوق وليس المية طبعا مش عامل حاجة بالخصم لان الخصم فوق الالفين هو بعلو الف ونص ما بعلوش الفين اعضاء الجماعي العمومية من المساهمين مصروفهم قابل خصم ولا غير قابل خصم غير قابل خصم لانه يعد توزيع للربح لانه دول ملاك الشركة ما ينفعش ياخدو مرتب اولا خضائي اللي ضربت المرتبات وبالتالي اللي بفلوسها اللي بياخدوها مصروف غير واجب الخصم لانه استخدام للربح انا عايز اوصل للربح فاستخدام الربح ما فيهاش ارجعه تاني دي من المصروفات تمنى اللي انا بقول ده يبقى مفهوم ضربت الاشخاص الطبيعية نقدية واللي عينية فيش حاس اسمها ضربة عينية عينية دي يعني يبراها حد المصروحة الضرب سلع مش فلوس ده هي ضربة نقدية تصعادية لانه فيهاش رائح اللي ما فيهاش تصعادية الاعتبارية 22.5% على طول تأمين مؤدم وتأمين مناقصات مجردة من مصروفات الدخل لا هي مش مجردة هي موجودة او ضمن مصروفات قيمة الدخل الصيغة جالي كده يعني وانا ملحيتش عدلها ايه المعالجة الضربية طبعا بدين رقمين 150 في فرق يا جماعة بين المصروف والمصروف المؤدم المصروف المؤدم ده اصل وليس مايروحش قيمة الدخل والتأمين على المناقصات برضو مش مصروف لانه هيسترد اذا انا مرسيش عليها المناقصة مثلا او رسي وبكمله بالتأمين النهائي طالما فلوس دفعتها وهستردها يبقى ده مش مصروف يبقى ده اصل المصروف ده معناه ان فلوس الدفعت تم استنفازها يعني مش ترجع لتاني فطالما المحاسب اخطأ وحطت الحاجات دي ضمن قيمة الدخل بتاعته اوما انا ايه ده مصروفات بتقلل الربح اوما انا ردها تاني للربح انا اضرفها للربح يوضاف 150 الف طبعا قبل ما ننسى الفيديو اللي فات كان فيه سؤال بتاع المسحوبات انا غلطت وعملتها حقوق ملكية دائن لا طبعا المسحوبات مدينة حقوق ملكية بس مدينة ده حساب اسمه وحساب عكس زي ما انا قلت بالفيديو بس انا عملتها دائن ونسيت حسابات العكسية دي لا اسمها كونتر أسد زي مجمع الاهلاك والمسحوبات يعني مجمع الاهلاك ده حساب عكس للأصول او التزامات برضو عادي التنقيب على البطرول خاضع ولا مش خاضع للضريبة خاضع 40% ده استثناء الأشخاص الاعتبار افنا جبتلك تلتة استثناءات اوه مجمع قبل كده على فكرة في مسابقة الضرائب كنات السويس الناس بحد بعادتلي قال لي هوزيق كنات السويس بتدفع ضرائب مش ده حكومة وده حكومة تبقى ليه موظف الحكومة بتدفع ضرائب مش حكومة تبقى ليه الشركات الحكومة بتدفع ضرائب مش حكومة يبقى الناس ده كلها بتدفع ضرائب عادي تمام يبقى لازم تعرف حضرتك النسب التلاتة اللي انا قلتهلك دي لانها بتيجي عادي في الامتحان نعم يا كند نستقنف مهندس يعمل في منشأة خاصة ولدي مكتب صافر الامارات عنده مكتب ماشي مكتب هندسي مش عارف ايه يعمل في منشأة خاصة وعنده مكتب دي معلين يا الصيغات اغلبها كده حقق الربح ان في ناس على الفكرة بتحاول تكتب الاسئلة اسناء الامتحان فانت بعدها لكو يعني بس بياخدوا منهم الورع المهم حقق الربح خمسين الف درهم تحمل مصارف اقامة عشرين طبعا خضع للضريبة كورونا تغير في الفين و تلتاشر تقريبا قال لك الارباح اللي بتحقق خارج مصر خضع للضريبة بالصالف طبعا وهي المفروض حققق اراد بصراح حققق اراد خمسين الف درهم وتحمل مصاريف عشرين الف درهم والدرهم باربعة جنو ونص يبقى طبعا هيخضع للضريبة اللي ورادات نقص التكاليف في اربعة ونص يدينا مية خمسة وثلاثين الف نيجي للسؤال السبعتاشر الناس كلها استغربة السؤال ده وانا استغربته لما جالي لان الصيغة اللي جاياني مش مصبوطة يعني واحد بقولي تتضمن تتضمن الاقرار الضريب للشخص الطبيعي كم شهر وفي حاجة فيه سؤال بالزم اسمه كده يعني ايه تتضمن الاقرار ايه السؤال بقى يعني مش فاهم برضو يعني معلش يعني ده مش صيغة حقيقية اقرب صيغة لقيتها دقيقة هي اللي انا بقى راها دي حد بعتها فعلا الموعد النهائي لتقديم الاقرار الضريب للشخص الطبيعي اللي بقى لك من كلمة النهائي دي اللي هتخلص السؤال طبعا الاشخاص الطبيعية نتقدم الاقرار بعد ثلاث شهور من نهاية السنة اما الاقتبارية اربع شهور طيب يبقى اتناشر شهر وبعدهم ثلاث شهور يبقى خمستاشر ما انا اختار ستاشر او فيش خمستاشر قصة في الاختيارات انا اختار ستاشر ليه بقى لان القانون قال لك لو انت اخطأت في الاقرار من حقك تقدم اقرار معدل في خلال شهر من تقديمك للإقرار يبقى كده في شهر كمان كموعد نهائي اقرار معدل يبقى ستاشر شهر الاهلاك المعجل تلاتين في المية بحسبه امتى تلاتين في المية من القالات طبعا لازم القالات بس لو استخدمتها في الانتاج اه لو جديدة او مستعملة اه رح هو لاختيار التاعت بقى قال لك جديدة او مستعملة وتم استخدامها في الانتاج دي الاجابة الصحيحة ممكن تصنيف الضرايب افقا لنقل عبقاءها لشخص الاخر طبعا مباشرة وغير مباشرة الضريبة المباشرة زي ضريبة الدخل والمهن الحرة والحاجات دي والصراع وعقرية دي مباشرة انا اللي بتحملها اما الضريبة الغير مباشرة زي الدمغة والضريبة الجمهوريكية والكبه المضافق دي بيتم نقل عبقاء للمستاهلك انا بدفعها كممول انا بسم ممول بدفعها انا الباقة بدفعها لكن بنقل عبقها المين اللي بيشتراها مني اللي هو بيبقى في الاخر المستاهلك انا وانتو ده السؤال الانجليزة هو قناة السويس لسه مجيوب على السؤال ده سؤال سابعة ده جي قبل كده في مسابقة الضريب طعف الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة التي تنشأ بتمويل من الصندوق الاجتماع للضريب بشرط ماسك دفاتر طبعا الاعفاء خمس سنين بس طبعا الاعفاء في حدود خمسين في المية بحد اقصى خمسين في المية من الربح السنوي يعني اعافيك في حدود نسبة التمويل على رأس المال بحد اقصى خمسين في المية اكتر من خمسين في المية لا هو جميع ما اصابك يا جماعة اجمال كيمة الضريب اللي بتحصل عليها الدولة انفق العام اجمال كيمة الضريب طلاحظ كده اقولك في التلفزيون الموازنة العامة للدولة اهم اراد فيها هو الضريب يبقى ده اسمه الاراد الضريبي اجمالي الضرابة للدولة بتحصلها مننا اسمها ايراد ضريبي طبعا حلتها برضو قبل كده برضو السؤال اللي جاها ده حلتها قبل كده المزايا العينية إمتى تعفى إذا كانت ميزة عينية جماعية ميزة عينية مجانية أنا معرفش الصيغة دي صح والغلط ميزة عينية مجانية بس لازم تبقى جماعية هي أي ميزة عينية مجانية بس لازم تبقى جماعية ميزة عينية مقابل نفقات فعلية هي اسمها ميزة نائدية مقابل نفقات فعالية فالسؤال صرت غلط انا هقولك الاعفاء انت بقى ايه ميزة عينية جامعية او ميزة نائدية مقابل تكاليف فعالية اي حيات غير كده خضعة بس دول خلاص المراجعة جاء لأسئلة بس مش مكتملة الصياغة محططهاش المراجعة والإدارة لحاجات دي بالذات لازم تبقى صياغات كاملة باختيارات كاملة لان الكلمة بتفرق ولان الاختيارات تبقى صح وواحد هو الاصح قلت الكلام ده كتير لكن الضريب والمحاسبة المالية انا هعرف الاجابة من غير اختيارات لكن المراجعة والإدارة لأ بيقولك مواقف ايه المواقف الصح ومش عارف ايه تم انت ديتنا موقفين هعرف الصح في فهم ازاي مثلا يعني ان ده انا بسميها اسئلة ستين تاجية لكن الضريب والمحاسبة المالية واحد زي ادارة بسوء اتنين يعني ضريب تكمل مضافة 14 هتبقى 13 او 11 مثلا لا هي 14 كده كده من غير ما اقرأ الاختيارات هي 14 جرد المغزون طبعا في ناس كتير مش مقتنعة بالاجابة دي بس برحتك انا عن نفسي انا شغلانت مراجع على فكرة انا مراجع مش محاسب فجرد المغزون مسئولية ادارة المنشأة انا لما جا كتب تقرير في المغزون بروح كتب كده كمنا بالاشراف على عمال جرد المغزون وجرد المغزون مسئولية ادارة المنشأة ده فكرة كده بحطها في صدر التقرير لازم سبتة جرد المغزون مسئولية المنشأة لان المنشأة دي بضعاتها هي هي المسئولة عن الجرد انا بروح كمراجع اخد عينة من اللي اتجرد مش هاجرد كله فلو فيه اخطاء في الجرد المغزون انا ما فحصتهاش انا مش انا المسئول انا خدت عينة المسئول هو قدرت المنشأة اللي اتجردت غلط براحتك مش مقتنع خلاص انت لا تمتحد الضريبة الجمركية على الالات والمعدات 5% زيها زي الضريبة كما المضافة وفي اتجاه حالي انها تقل الصدرات والوردات بتغضع لايه كما مضافة بدليل ان الصدرات صفر وضريبة جمركية برضو لان القانون قال اي نعم مفيش ضرائب جمركية على الصدرات فيما عدا ما تم استثناءه يعني لو القانون نص على صدرات معيانة تغضع ماشي سؤال غريب شوية قانون الجمركي الحالي رقمه كام يعني مفروض تبعارف هو مديك 1981 و2005 ل2005 ده بتاع الضريب هو بتاع 2020 2007 لعام 2020 يعني سهل تعرفه برضو لو انت متابع ان القانون الجمرك لسه معمول جديد وانا كنت كل مشرح فيديو للجمرك بروح كاتب رقم القانون فوق لانفروض انت لقطه ده سؤال جيف تلت يوم الخامات في النظام السماح المؤقت تعفى بصفة مؤقتة اه على فكرة تعفى بدايما لا هي تعفى مؤقتة بشرط اعادة تصنعها وتصدرها على فهالك دايما مش هدفعك ولا اجنع عليها لو صنعتها وتصدرتها ودخلت عملة صعبة يبقى لجابة لأدك رقم ثلاثة عدد محافظات مصر دور على جوجل عدد وزارات في مصر دور على جوجل هيفيدك طريقة قانونية لاستخدام البرنامج دي اسمها التفاهم ولا الترخيص ولا حاجة شفاهية طبعا الاختيارات مكنش فيها حاجة شفاهية هو قرب الاختيارات يعني لا انا عشان استخدم برنامج ملك الحد لازم اخد ترخيص باستخدام البرنامج ده حق ترخيص او حق امتياز هي ترخيص اللي جابة ترخيص طبعا الموارد الضرورية في المنظمة وبتقدم حقائق خارجية وداخلية ادي لان بقول لك عليك اسئلة الادارة يعني مثلا البيانات دي صح البيانات دي بيتقدم حقائق او المعلومات يعني بس هو الادق ايه ده اللي بقول عليه بقى الموارد البشرية اللي هو الانسان انا وانت الموارد البشري قسم الاتشوار ده اللي بيقدم حقائق خارجية وداخلية بيقدم حقائق خارجية مثلا عن المنافسين والتسويق وحقائق داخلية الترقيات والمرتبات والحاجات دي وتدريب وهذا الكلام امت اقول ان الاهداف ده جيدة اذا كانت واقعية ولا قابلة للقياس ولا طموحة وقابلة للتحقيق لا كله طبعا تخيل بقى السؤال ده جالي مسلا يعني مسلا ومجاليش كله مصابق هيبقى محتاس اختار من في التلاتة هقوم مسلا مختار الأقرب للصحة مسلا طموحة وقابلة للتحقيق مسلا يقوم السؤال ده جالك في الامتحان تروح انت برضو اختار طموحة وقابلة للتحقيق في حين فيه اختيار رابع اسمه جميع معصابك ما جاليش ما تلمنيش ما تلمنيش هو ما جاليش الاختيار الرابع هو الاصح يبقى شغل دماغك شغل دماغك ان شاء الله ربنا هوفقك انا شايف كده تركز وشغل دماغك مع مذاكرتك القديمة طبعا نيجي للسؤال اللي جاي ده ما هي الوسيلة التي تعتمد عليها لتحقيق الاهداف وراح جايلي مرة تانية تحقيق اهداف الشركة بيعتمد علي ايه يعني بص يغطين اهو عشان بس انا حبيت اكتب الصيغتين عشان اعرفكم اللي بيجي لي ايه طبعا انا بصراحة فكرت في السؤال ده شوية يعني انا عشان حقيق الاهداف ايه الوسيلة بنعتمد عليها الرؤية ولا الرسالة ولا الاستراتيجية ولا اهداف المنظمة تحقيق الاهداف تحقيق الاهداف طبعا الحيرة بالنسبة لي كرؤية وكرسالة الرؤية دي حاجة مرتبطة بالمستقبل احنا رؤيتنا في المستقبل نوصل لكذا الرسالة بنوصف الوضع الحالي والاهداف الحالية انت شاف الاجابة ايه شاركني في رأيك يعني انا قبل ما اعمل الفيديو او لما عملته يعني اخترت الرؤية دلوقت انا محتاس في الرسالة عايز اختار الرسالة برضو ليه لان ما فيش في السؤال كلمة اهداف مستقبلية عارف لو في اهداف مستقبلية اختار رؤية نوعي بقول لك تحقيق الاهداف ما هو ممكن يكون يقصد المستقبلية برضو وانا حقق هدف لسه ما حصلش يبقى مستقبلي يعني هي الرؤية الرسالة في رأيي استراتيجية دي بتبقى هداف طويلة الاجابة ماشي زيادة الانتاجية معناها ان الوحدات زادت مع زيادة الساعات ولا الانتاجية زادت لنفس عادة الساعات او زيادة الانتاج يعني لا هي الاختار التاني لان معنى ان الساعات زادت طبيعا الانتاجية زيد لكن لما الساعات تبقى زي ما هي والوحدات المنتجة تزيد المخرجات تزيد معناها فيه انتاجية كواسة يبقى هي السؤال التاني او الاختار التاني وعلى فكرة اعتقد ما كانش الاختار كده كان زيادة الوحدات المنتجة لنفس عدة الساعة زي الاختار الاولان كده يعني بزيادة انتاجية بس كان السؤال بقول زيادة الانتاجية في قادي الصغة جماعة اللي بيجيلي وظيفة الرقابة بعد النشاط ولا قبل النشاط ولا أثناء النشاط طبعا الناس هتقولك أثناء النشاط أو بعد لا في حاجة اسمها رقابة قبلية قبل ورقابة بعدية ورقابة أثناء الركابة القابلية دي بيسمها ركابة وقائية ان انا بحاول امنع الخطأ قبل ما اشتغل طبعا اثناء النشاط في ركابة لطبيعي وبعد النشاط برائب بقى وبعمل تغذية عكسية بشوف الاخطاء ايه وصححها في التخطيط والحاجات دي والتنظيم والتوجيه والكلام ده كله هي جميع ما صابك وانا متأكد من الاجابة دي بعد كده في اسئلة الحاسب اهيت نزل الملف وحلها في زميلكو برضه هو منزل اسئلة حاسب وحللها من امتحانات سابقة تقريبا اسم محمد نقول اسمه برضه الحداد وكاتب اسئلة مساعدة بدون مقابل بنشكره عليها ان هو تعب وكتب الحاجات دي خلي بالك كل ده اسئلة في الحاسب تمام اسئلة في الحاسب نخشي بقى على اللغة كده نلاقيه لسه في حاسب برضه لغة انا بفكرك ان انا نزلت اسئلة هامة جدا في اللغة على جروب التليجرام بتمنى لكم التوفيق نصيحتي الاخيرة والدائمة سك في ربنا سك في نفسك وفي قدراتك ما تدخلش خايف لان الخوف هيوترك ويخليك تغلط النصيحة الاخيرة ركز وانت بطير السؤال كل اختيارات وخلي بالك اللي بتحن معتمد على فهمك للسؤال والاختيارات برضه ما تتصرعش ما تتصرعش اربعين سؤال في ستين دقيقة يعني السؤال المفروض يتحل في مثلا دقيقة ونص صح؟ او دقيقة ونص تقول انت تحليلي خمس اسئلة في ديقة ونص ليه؟ انت تتخلص كده في ربع ساعة في الاخر تقول ده انا غلط ازاي عملت دي كده؟ ازاي عملتها صفر مش معفية؟ ازاي مش عارف ايه؟ لازم هتغلط في ساعة قدامك ما تضيعهاش السلام عليكم